اليمن هل باتت ميدانا لتجريب الاسلحة الامريكية الفتاكة وارسال رسائل مبطنة لطهران تساؤل يحضر بقوة من خلال الاعتداءات الامريكية الاخيرة على الاراضي اليمنية بقاذفات بي 2 ذات القوة التدميرية الهائلة والمخصصة لضرب الاماكن المحصنة والكامنة تحت الارض قاذفات بي 2 التي تعد اكبر بكثير من الطائرات المقاتلة وتحمل حمولة اكثر بكثير من القنابل زعمت الولايات المتحدة استخدامها لتنفيذ ضربات دقيقة على خمسة مواقع لتخزين الاسلحة تحت الارض بمحافظتي الصنعاء والصعداء وفق وزير الدفاع الامريكي لويد اوستين مصادر اعلامية تابعة للحثيين اكدت بدورها تنفيذ طيران العدوان الامريكي البريطاني موجات من الغارات على مناطق عدة في شمال العاصمة صنعاء وجنوبها اضافة الى منطقتين كهلان والعيلة شرقي مدينة صعداء النشوة الامريكية بعد الضربات الاخيرة على محافظتي صنعاء وصعداء بوصفها عرضا فريدا لقدرة الولايات المتحدة على استهداف المرافق التي يسعى الخصوم الى ابعادها عن متناولها بغض النظر عن مدى عمقها تحت الارض او تحصينها وفق حديث وزير الدفاع الامريكي هي في نظر مراقبين استعراض للقوى من اجل ايصال تحذير صريح لايران التي تتأهب للهجوم الاسرائيلي دون مراعاة لتداعيات التطور الاخير على اليمن الذي عانى لسنوات من اسوأ ازمة انسانية ولتبيعاته الكارثية على المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن جراء نحو عشر سنوات من الحرب ومنذ مطلع العام الجاري اعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن تشكيل تحالف لتوجيه غارات على المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ردا على هجمات الحوثيين في البحر بحجة اسناد غزة والتي انطلقت في نوفمبر الماضي وبين ذلك السجال حضر العدوان الاسرائيلي على مناطق عدة في محافظة الحديدة التي ظلت تحترق لايام ما جعل رئيس حكومة الاحتلال يتفاخر بان تلك الحرائق قد شاهدها كل من في الشرق الاوسط وتحديدا ايران والخشية من ان يدخل اليمن فصلا جديدا من تبادل الرسائل المدمرة والوقوع بين مطرقة الاعتداءات الغربية وسندان ايران